وإذا قال أبدت طلاقها الأكياس بتة يعني الأكياس العقلاء أبدت طلاقها يطلقوها بالثلاث طلاقا لا رجعت فيه واشتهر هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا دنيا يا دنية طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعت فيه وهكذا العاقل يجب أن لا يتعلق بهذه الدنيا لأنها إنما هي دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر فعليه أن يهتم بالآخرة لأنها هي الحياة الحقيقية هي الحياة الأبدية هي الحياة السرمدية أما الدنيا هذه كما يقولون غمض فتح انتهى أمر الدنيا ما يكاد الإنسان يعني يمر عليه يوم يومان ثلاثة ولا مرت عشرة أيام ثم عشرة سنين وهكذا سريعة جدا تمر عليك هذه الدنيا والله المستعان نعم